عبد الحليم حافظ العندليب الأصمر من خلال مسيرته الفنية قدم عبد الحليم حافظ مجموعة من الأفلام التي تعد الآن كلاسيكيات لا تمحى من ذاكرة الفن العربي في عالم السينما يعتبر عبد الحليم حافظ أيقونة لا تنسى حيث أنه لم يكن مجرد مغني متمكن بل كان فنانا شاملا قادرا على تعبير عن مشاعر الحب والألم والفرح من خلال أدواره المتنوعة بدأت رحلته السينمائية في منتصف الخمسينيات ومنذ ذلك الحين من لحن الوفاء إلى أبي فوق الشجرة تنوع تدواره بين الرومانسي الشاعري والشاب الطموح مما جعله يترك أثرا لا يمحى في قلوب المشاهدين ولعل أبرز ما يميز أفلامه هو قدرته على تجسيد العاطفة الإنسانية بأسلوب يخاطب الوجدان ممزوجا بأغانيه التي تعد الآن من روائع الغناء العربي إن إرث عبد الحليم حافظ السينمائي يعد شاهدا على عصر ذهبي للفن المصري ومن خلال هذه الأعمال لا يزال يلهم الأجيال الجديدة من الفنانين والمخرجين ويعتبر مثالا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل الفني والآن دعونا نستعرض معا هذه الرحلة الفنية الرائعة فيلم ليالي الحب الذي تم انتاجه في عام 1955 يعد من الأفلام المصرية الكلاسيكية التي تجمع بين الدراما والرومانسية مع لمسة من الكوميديا من إخراج حلمي رفلة وبطولة عبد الحليم حافظ وآمال فريد يقدم الفيلم قصة موظف بسيط يدعى أحمد ممتاز يبتكر نوعا من القماش لا يحترق أحمد الذي يعمل في أرشيف شركة للبلاستيك يقدم ابتكاره لرئيسه الذي ينسب الاختراع لنفسه ويعرضه على المدير العام خلال حفل تنكري في منزل المدير يلتقي أحمد بسامية ابنة المدير ويقعان في حب بعضهما البعض دون معرفة هويتهما الحقيقية تتوالى الأحداث في إطار من الكوميديا والمفارقات الدرامية حيث يظهر مليونير يحمل نفس اسم أحمد ممتاز مما يؤدي إلى سوء تفاهم يتعلق بالهوية يسعى أحمد جاهدا لإثبات أنه صاحب الاختراع الحقيقي وتدور مجابهة بينه وبين المليونير في النهاية تنتهي الأحداث لصالح أحمد الذي يتزوج من حبيبته سامية بعد أن يكتشف المدير حقيقة الاختراع الفيلم يتميز بأغانيه الغنائية الرائعة ويعد تحفة فنية تجسد الحب والتضحية والشغف بالفن ويظل حتى اليوم من الأفلام التي تلهم الأجيال عبد الحليم حافظ الذي لم يكتفي بأن يكون صوتا مغنيا بل كان رمزا للإبداع والتجديد في الفن السينمائي أفلامه التي تجاوزت حدود الزمان والمكان تعتبر اليوم دروسا في الفن الراقي والأداء المتقن لقد كانت كل لحظة من لحظاته على الشاشة تنبض بالحياة والعاطفة وكانت أغانيه التي أداها في هذه الأفلام تعبر عن أعمق المشاعر الإنسانية ومع مرور الزمن تظل أفلام عبد الحليم حافظ شاهدة على عبقرية فنان استطاع أن يعبر عن الروح العربية بكل تفاصيلها إنها تعلمنا أن الفن ليس مجرد تسلية بل هو رسالة وتعبير عن الذات والهوية وفي كل مرة نشاهد فيها هذه الأفلام نجد أنفسنا نكتشف فيها جوانب جديدة ونستلهم منها الإلهام شكرا لك يا عندليب السينما على كل لحظة أمتعتنا بها وعلى كل أغنية أثرت بها حياتنا ترجمة نانسي قنقر